اشتركوا في القناة مرحبا بك ميسيو هل قرار الهجرة جاء صدفة او في اطار عمل او دراسة جاء في اطار الدراسة وفي اطار الهروب من الواقع كيفيش زيد وضحي لنا اكثر خطر لنا وضعية نجو بكون وضعية خاصة لاني كنت ناشط الاتحاد لعمل طلبة تونس سنوات الجامر وبحكم انه كانت الافق محدود مسكرة كل من يختلف عن نظام ما عندوش حق في الخدمة ما عندو الحق في الشي وعايلتو مدادة وكل شي قفا قررت اني نغادر لاني نقابة التلبة في فنسا عملوا الانسكريبسيون وهم الاستدعوني هم يقاموا كل شي ميسوكي غادرت غادرت عن اقتناع ولا لا عن مضبط ينصير عقيدة عن مضبط على خطر تونس قل الواحد كما قلوا احنا اول قطر الدم سالت على تراب تونس مني معناها هي ارضي هي امي هي كل شي معناها تونس معني بلادك ما يعوض على حد شي ووقت اللي تحس معناها انه ما ثماش الافقهم سكرة في بلادك هذاك الحاجة للمخترة ياسر وتخلي الناس تخلي الناس ان يقضموا على الهجرة مهما كان ثمن لانه والبشي هاجر تو نحكو على الهجرة الغير شرعية الهجرة الغير شرعية تصوروا انت مره واحد يسارع في الموت ووقت اللي يركب في البطو راه هو هو اللي انفاس الموت يشوف الموت بعينيه ويسنى فيها ووقتش بيش تجيه كده هذه الحاجة لولا معني اذا كان انسان تلز انه يهرب من الحياة الى الموت يعني يا راي وضعية معنى الافق الكل محدودة خاصة الافق الاجتماعي وتحسين الوضع الاجتماعي اصبح محدود يعني في اطار مشروع الدولة معاش تتحمل امكانيات التشغيل معاش تنجب تتحملها حتى نعرف الوضعية ونعرف الازمة حتى الازمة رايه ازمة عالمية وراحي الوروب جونسي خصيب في الوروب هي معناه الجنة ما هيش الجنة الوروب الوروب ثم ازمة الوروب ثم ازمة الوروب ثم ازمة مليوم في فرنسا نسمى وقع ثم كونسيب تتخرج جديد لتخافيك العامل الفقير يعني الياخر اموان دو ميل اغو بار موان في فرنسا يعيش فقير يعيش فقير ويعيش محروم وكل شيء خاطر الازمة معناه الانفلاسيون معناه الالغلاء والواحد مثل العالم تقول انا ودخل شهري يتنجم تتنجم تتعيش بي في فرنسا مسير مت كتونسي مهاجر يعني كتونسي مهاجر انا وضع المليموم على ما يحصل يجب ان تتعيش بي فيه 2500€ لأي حتى تتعيش بي فيه حتى تتعيش بي فيه لا تشوف لا تشوف لا تشوف معناها هناك ناس انا لاحظها في تونس تم حملة تم معناها عملية تشوية وهم يجب وهم يكذب وهم راهو تونسي يعدي يحداشن شهر يخدم يحداشن شهر يخدم يحداشن شهر محروم كل شيء باش يوفر معناها اكل فاقانس لولاده يجيب ولداته هنا باش يتفرد ويخلق اللي الناس ماياش تخسيب فيها كذب وتفشليم واشنا تم حاجة اهم من هذا اللي هي يخلق الياع ما بين ولاده وما بين بلاده من الاصر البلد الاصر وعلاش تلقى معناها توا حتى المد معناها في الزيبانمون الاخرانين تحس انه معناها الناس يصون هبطوا الضب معناها السلطة لكن يرفعوا في الدربوات بلدانهم الاصر لان البلد الاصر هي لفيرتيه هي الاصر والرجوع لها هي ضرورة انا والدي خمم انا بش يعود يرجع بش يرجع لتومس مالقري والد غادي وقرى غادي ويخدم غادي حب توا يرجع لتومس حب يسترى في بلاده يعني ما كذبش لي قال الغربة صعيبة موسيو من اصعب ما ثم لانك ديتاشي على كل شي ديتاشي على عائلتك ديتاشي على ارضك على بلادك على عيد على مارش فرح على اعزاء على اي حاجة ولي لاحظتم مشو انه متحس بقيمة البلاد متاعها كانك تكون متغرب بلادك متحس بقيمتك كانت متغرب كان قمت وقبت حاجة معنا حتى اي تنتهي تتنقل من 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 ولاية الولاية هنا في تونس كتتوص ان ما تعرف حد تتحس لوحك معناك كيانك ديتاشي معناها الدير اع سنين فما بالك انت في الورب ثقافة جديدة عليك عقلية جديدة تعاملات جديدة بعرش نية وكذا ونحب نزيد مؤكد حاجة اللي قاعد يصير خاصة توا بحكم انه مواحد من الناس نشط في المجتمع المدني نقول رهو عيب اللي قاعد يصير معناه في علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين في في تومس لأن ولادنا نحن هذوكم رهم كما معناه كما التوانسة اللي عايشين توا اللي طيشين في إيطاليا واللي صار في التوانسة في السربيا هل انقبلناه مهما كان ثم القانون فوق الجميع القانون يتبق على التونسي وغير التونسي من يعمل اي اللي يجاوز القانون يتحمل مسؤولياته فهو مسؤول امام القانون والقضاء ياخذ مجرع امام ما نحطش نعم العقاب الجماعي العقاب الجماعي تمنع المنظمات الدولية ويمنع العالم الكل بخصوص مقتل الشاب الجزائري من طرف البوليس الفرنسي كيفاش اثرت على المقيمين مش اثرت لانه الباضيق بوليسياخ توجد في العالم الكل الستين الباضيق بوليسياخ تحمل مسؤولياتها سيد اخطأ القانون يواقب افري يعني الحالة الغضب لانه المجد المعني اللي صار معناها انه عملية قتل ايرادية شوك له هاتني معني البوليسي يقول الخوة يقول الزاميله يقوله شوك له معناها اطلق عليه النار هاتني ملوان كودة بالدون لاتات اضربوا في راسو هذي الفاضيعة وين هذي والتي تحولت الى جريمة فاضيعة بانصير وعما نرجع الانتماء للأصل بحكم انه هو من ارسول مغاربية ردت فاعل المغاربة انا عبدنا نقول مغاربة مش يعني شمال افريق المغارب ردت فاعل كانت مشكلة المغاربة والمهاجرين الكل لانه ثم لعدسكريميناسيون موجود معناها سي غيال معناها توف معناها حتى لسالير ما بين الطبا انت جاي من تونس ما تخلص كما اسمك محمد ما تخلص كما جانبال ايما الجريمة نتقدم القانون ونحكو دولة القانون والمؤسسات واحد لديسكريميناسيون اللي اجزيست ما يفو معناها يزم الناس تتحمل مسؤولياتها باش تدافع في اطار السلم في اطار السلام العباية السلم والسلام الاجتماعي اهم شي اهم شي بالحب بالورد نخلقه بمعجيزات اللي يصير في تونس مثال روين دا له الجبين اللي غضوة غضوة انا يتشد لتونسي بلاش يوراق ويتعرض العملية كيفا كاكا كيفاش باش نعمل كيفاش باش نعمل كيفاش باش ندافع انتي معناها تمارس في الفئاتان تعمل في حركات عنصرية على ناس يعنو يختلف عليك معناها على البشرة معناتني للاسف الشديد ومبعد انا نحب اولادنا بلاش يوراق معناها الاف المؤلفة توم من التونسيين بلاش يوراق مطيشين ربي يعلم الحالم يباتوا تحت الجناطر من تشاردين يجروا يلوجوا على خدم امورهم ما يعرفوش حتى امورهم الماشية لانه قوانين الهجرة قاعدة تطور وثم بلوكاج كامل ثم عمليات تهجير للمهجرين غير شرعيين اللي هو من حقه قانونا من حقه القانون او المعاهدات الدولية يعني تحميه اينما كان علاش على خاطره من حقه انه يختار مكان العيش اي مواطن اي انسان في العالم من حقه انه يختار مكان العيش ومع ذاك الكل ما نهي يتم البال رجعني انه انا ميساجي انه ردوا ببالنا رو عنا ولادنا وراول اننا عملوه نجمة عملنا اكي 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 وثاما حاجة اخرى تونس 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 ردوا ببالنا على بلادنا مهما كان وكان ما تعاونوش الناس كله تونس من الخارج وتونس من الداخل وننقذوا بلادنا ننقذوا بلادنا شكرا مسيو